أربعة عشر عاماً مرت دون أن يترجم مشروع الحمة الأردنية السياحي إلى الواقع الأمر الذي أضرب الأهالي في منطقة لمخيب الفوجة بلواء بني كينانا في محافظة إربيد وزاد من خسائر القطاع السياحي في المنطقة الخطر ليس في موت المكان فقط فأهالي لمخيب الفوجة وما حولها المستفيدون من مشروع الحمة الأردنية المنتظر ما زالوا يأملون تحريك مياه المشروع الراكدة منذ نحو خمسة عشر عاماً قبل خمسة عشر أربعة عشر سنة سكر الحمة وكنا نستفيد منها نبيع السماك نبيع السلال نبيع كذا نبيع كذا وهي صارت خرابة حتى ضروا أهل البلد يعني كان يجونا أمم سياح ما عارف تيجوا على أن نستفيد منهم وسكروا حمة وهي الحمة تبارى صارت خرابة يعني خرابة السياحة مورد رئيس للمنطقة وما أتت به جائحة كورونا وتداعيتها على الأهالي والمشتغلين في القطاع كان كفيلاً بوضع المزيد من الأسلاك الشائكة أمام طموحاتهم الحمة الأردنية كانت على مستوى السياحية على منطقة المملكة الأردنية الهاشمية وهذا المشروع صار له 15 سنة تقريباً تحت الشغل ولم يكتمل المشروع قائم وفق تأكيد البلدية لكن عودة المياه إلى قنواتها ما زالت تتطلب المزيد من الوقت لإعادة ترميم ما تهدم والآن موجودين الإشراف والمقاول موجودين في الموقع والمهندسين موجودين والآليات موجودة والآن هم في طور توسعة البركة النبع الأصلي وعمل الفحوصات الجارية لها لثبات صحة المياه الموجودة فيها من النبع الآن المشروع قائم وبلش العمل فيه وراجعوا البلدية وأخذوا مباشرة إنشاءات وجميع الأمور الآن في طور العمل تسويق مناطق لواء بني كينانا سياحياً وأثرياً وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي فوائد متوقعة ينتظر أن يفتح بوابة واسعة للاستثمار والإنتاج السياحي في المنطقة ترجمة نانسي قنقر